تفسير وضع حناء على اليد في المنام يتضمن العديد من التفسيرات فهو أحد طرق الزينة المعروفة منذ قديم الزمن وترتبط دائما بالأفراح والسعادة والدخول في حياة جديدة لكن هل مشاهدة ذلك في عالم الأحلام يشير إلى نفس هذه الأمور جيدة أم علامة على وقوع شيء غير مستحب حلم بالحناء عند على اليدين في المنام يكون علامة على الرزق بالمال والأبناء الصالحين أما مشاهدة نقش الحناء على اليد اليمنى فيعد علامة على الخير الوفير رؤية البنت العزباء لنفسها في المنام وهي تضع الحناء على يدها وشعرها يكون دلالة على السطر وعدم إفشاء بعض الأسرار الخاصة بها والتي لا يريد أن يعرفها أحد مشاهدة الزوجة نقش الحناء جميلة الشكل في يديها يكون دلالة على سماء الأشياء المفرحة وأن التغيرات القادمة سوف تكون أحسن في حياتها رؤية لحامل نقش حناء على يد الشخص في المنام يكون دلالة على أن الأيام القادمة سوف تكون بها العديد من التقلبات المرأة المطلقة عندما طار في منامها يدها عليها نقش جميلة من حناء في أن هذا يذل على تحسن أحوالها المزاج والتخلص من أي هم وحزن الرجل عندما يرى على يديه الحناء في المنام يكون ذلك علامة على قوة الإيمان والتدين أما مشاهدة الرجل يده في الحلم وهي منقوش عليها الحناء يعد إشارة على وقوع الكثير من الخلافات والأزمات خلال فترة القادمة رؤية الشاب الأعزب لنفسه وهو يضع الحناء على يديه يكون علامة على سعة الرزق وجلب الخير الوفير له الزوجة إذا رأت في حلمها نفسها وهي تضع الحناء في بين يديها يكون علامة على السعادة القادمة وفك القرب وانتهاء الأحزان التي تعيشها صاحبة المنام البنت المخطوبة التي تحلم بالحناء على يديها تكون إشارة على عقد قرارها خلال الفترة القادمة بإذن الله الحلم برسم الحناء الأسود علي اليدين تكون إشارة على التخلص من أي أحزان الشخص عندما يرى نفسه في حلم وأحد يديه عليها حناء حمراء والأخرى بدون ذلك يكون هذا إشارة على الوقوع في بعض الصعاب وحدود الأزمات لصاحب المنام والله أعلم نهاية حلقة اليوم بالله عجباتكم ما تنسوا اشتركوا جيموت بارتاج والحلقة مع أصحابكم للقاء في حلقة جديدة إن شاء الله